مساء الخير على صديقنا العزيز من كام يوم كده خرج علينا السيسي بخطاب انتقط فيك كل حاجة في البلد وقال كده بكل وضوح ان التعليم عندنا تعبان جدا وحل المستشفيات ما يصرش والدكاترة بتسيبنا وتهاجر عشان مش قادرين نديهم مرتبات كويسة اما بقى بالنسبة لسوق العمل فما فيش شغل اللي بيتخرجهم الجامعات مش مؤهلين اصلا والاسعار غالية ولسه هتغلى كمان بس بدل بقى ما يتحمل المسئولية عن كل الاوضاع دي على اساس يعني انه بيحكم بقى له 8 سنين ومعا كل الصلاحيات انه يعمل اي حاجة بدون محد يرقبه ولا يسأله بتعمل ده ليه وما بتعملش ده ليه راح الباشا موجه اللوم للمواطنين السلبيين وطبعا منساش موضوع الزيادة السكانية الحجة المعتادة بتاعته وكمان هاجم الناس اللي بتطالب بحوق الانسان وقال لهم هو احنا لقينا اكل اجماعة عشان هيبقى عندنا حوق الانسان اصلا ولا ايه ما تفهمش ايه العلاقة بس هو الراجل وجهة نظره كده اما بقى الكوميدي اكتر فهو انه طلع ناقد السينماء اللي بواه وهاجم فيلم الارهاب والكباب بتاع عاد الامام تحس كده انه كان مطبع لأورثانا السينما هو بيجهز الكلمة اللي هيقولها اصل ده التفسير الوحيد اللي خليه يفتكر فيلم عد عليه 30 سنة عشان يتشف لنا النهاردة تحديدا السر الخطير بان الفيلم تبنى على فكرة غلط خلت الدولة هي الخصم انما الصح كان ان المواطنين السلبيين هم اللي يكونوا الخصم والحقيقة ان ده شجع الخيال الخصب عند المصريين انهم يتخيلوا احداث الفيلم لو كانت عمل النهاردة وده بقى اللي هنشوفه في حلقة النهاردة انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الهكاية اهلا بيكم فيلم الارهاب والكباب لو اتعامل النهاردة اكيد البطل احمد فتح الباب كان هيبقى ساكن في كومباوند في العاصمة الجديدة واحداث الفيلم هتبدأ منه هو رايح مجمع التحرير الجديد برضو لان المجمع القديم خلاص تايشونتو بقى فيه شركات اماراتية حطت عين عليه وفي طريقة لانها تحولوا الفندق خمس نجوم عايزين يستغلوا مكانه المميز في مدان التحرير وسط القاهر المهم فتح الباب رايح يحول ولاده من مدرسة في العاصمة القديمة لمدرسة انترناشونال في العاصمة الجديدة من اللي هما بيتكلموا 3 كلمات انجليزي وفي النص كلمة عربي دول فتح الباب مش هيلاقي الموظف المسؤول لانه بيحضر مؤتمر تحيا مصر والموظف اللي في مكانه هيطلب منه يجيب دمغة الجمهورية الجديدة من مدام انتصار في المكتب اللي جمه بس فتح الباب هيشوف ان ده تعاند بيفكروا بالجمهورية القديمة وهينفعل كده على الموظفين اللي هيجبوله الامن وبعد حالة من الهرج والمرج هيلاقي البطل السلاح في ايده والكل خايف منه ويبدأ الناس اللي في المجمع توقف معاه عشان هما كمان ورقهم متخر وييجي بقى وزير الداخلية اللي هيطلع على مئزان الجامعة الفتاح العليم ويتكلم مع البطل ويفكروا بخطبات السيسي عن المواطنين السلبيين وهنا كده المخرج ممكن يعمل فلاش باك ويبين لنا تأثر البطل بكلام السيسي المهم ان بعد حوارات كتير جانبية مع الناس في المجمع هيكتشف فتح الباب ان فعلا المشكلة في المواطنين مش في الدولة وهيقول لوزير الداخلية اللي يرضيه كباشا فيرد عليه الوزير ويقوله انه لازم تعاوض الزباط اللي طالوا المأمورية بوجبة كبابه كفتة وفعلا يبدأ الرهين يجمعوا الفلوس ويطلبوا الاكل وينتهي الفيلم بخروج المواطنين السلبيين في بوكسات لجهة غير معلومة ويسلم البطل سلاحه الوزير الداخلية اللي بيشكره طبعا على تعاونه في الحرب ضد السلبية دي ممكن تبقى وجهة نظر السيسي عن السينما والدراما اللي رغم اعترافه بكل مساوئ الواقع اللي الناس عيشة في مصر بس هو رافض ان الدولة تتحمل المسئولية عن ذلك او حتى ان الناس تعبر عن وقاعها اللي عيشة يعني ابسط حاجة الكلام اللي السيسي قاله ده لو اي حد غيره هو اللي قاله كلنا عارفين كويس مصيره هيكون ايه وده كمان بياخدنا لتقميم الاعلام والانتاج الفني اللي خلاص ما بقى السر عن حد لان السيسي مهووز بفكرة انه هو بس اللي يتكلم وهو بس اللي الشعب يسمع منه حتى لو قال كلام مش منطقي او متناقل وعشان كده المخابرات العامة عن طريق شوية شركات ورجال اعمال كمفلاج بقت هي المتحكم في الفن وهي اللي تقول مين يشتغل ومين يقعد في بيته وتحدد كمان الاعمال اللي هتتعمل زي مثلا ان ما ينفعش ظابة شرطة ولا جيش يطلع بصورة فاسدة او بصورة سلبية وده طبعا مستوى من الرقابة كوميدي جدا وكل ده بقى كوم وفكرة الاعمال التعبوية زي مسلسل الاختيار اللي بقى مقرر على المصريين في كل رمضان ده كوم تاني خالص واللي كمان بيتم التعامل مع ابطالي الاعمال دي كانهم جنود حقيقين فتلاقي السيسي بيقواسق ياد نصار مثلا عشان دوره فيلم الممر كنزابة اسرائيل ملايين بتتصرف عشان تجدد ايمان الناس بنظام السيسي اللي بيحميهم من قوى الشر اللي هي في نظره تجمع كبير بيضم كل المعارضين لحكمه او سياساته واللي بيتم التعبير عنهم بايما بانهم اعداء هدفهم تخريب البلد زي ما حصل في 2011 ودي الفكرة اللي السيسي ما بيفوجش مناسبة الا ويأكد عليه ورغم ان ده مخالف للدستور اللي هو بنفسه اقسم عليه وكمان لانه كل سنة بيطلع يهني المصريين بذكرى ثورة يناير اللي انه كمان مناقض لخطابه هو نفسه عن سلبيات حكمه مبارك واللي في الحقيقة هي اللي قدت للثورة ده حتى لسه من كم يوم كده اكتشفنا ان رجالة مبارك ومنهم ولاده علاء وجمال مخبيين ملايين الدولارات في حسابات سرية في بنوكس واسرة فعن السيسي كده بكل صراحة عايز المصريين يتسرقوا عين عينك ويحطوا راسهم في الطراب لا ويطبلوا كمان وده بيفكرني بالزبط بجملة كده قالع كمال الشناوي في الفيلم لما البطل طلب منه استقالة الحكومة فقال له اسمع بقى انتوا طلبتوا كباب وجبنا لكم لكن عاوزين تتدخلوا في سياسة البلد ده اللي مش هسمح بيه ابدا في تعبير مقصود منه ان الحكومة بتتعامل مع الشعب على انه اخرك معنا اننا نأكلك انما عاوز تقول رأيك ونسمعلك والكلام ده فوق بقى يا حبيبي احنا هنهضر هنا ولا ايه اما دلوقتي بقى مع السيسي حتى الاكل مناش دعوة بيه سياسة تقميم الفني دي خلت السوق مكتافي بعدد من الفنانين شغالين طول الوقت في اعمال مرضي عنها في حين كتير من الفنانين التانيين ما بقاش ليهم مكان اصلا مش عشان ليهم رأي مخالف لا سمح الله لا ولكن لان السوق بقى محكوم اساسا بميزانية المخابرات وده اللي يفسر طبعا اقبال كتير من الفنانين على الهجرة للسعودية اللي بتشهد طبعا تحولات اجتماعية فهد محمد بن سلمان وزير الترفيه بتاعه تورك الشيخ ويهمها تستقطب فنانين من مصر يفرفشوا الناس هناك كده فبقينا نسمع تصريحات زي ان السعودية ماهد الفن ونفسك يعيش في الرياض وبحبك يا ترافولتا وغيره كتير بس برضو ما نقدرش ننكر ان صراحة السيسي في التعبير عن الواقع ده انجاز كبير قوي يعني على الاقل الناس اللي تنبح صوتها وهي بتقوله اولويات غلط تحس دلوقتي بان كلامها مسموع بس السؤال هنا بقى هل الكلام ده هيبني عليه تغيير في السياسات ولا دي مجرد دردشة كده واتروح لحالها انت مرتباتك في مصر مرتبات دنيا اي مرتبات دنيا مرتبات منخفضة وانا لسبب الاي ان كان علي عايزات دلمواطن تأتيين الف جنيه يعني هل مثلا هنبدأ نخصص ميزانيات كبيرة للتعليم والبحث العلمي على الاقل زي ما الدستور بيحدد نسبة 7% عشان ما لقي السيادتك بتقرر تاني بعد كام سنة انه التعليم عندنا تعبام وان من 300 الف خريج ملقناش غير 111 بس اللي بيحاول موصفات العالمية لخريج كلية الحاسبات انا شايف احد ضيوفنا من الاتحاد الاوروبي انا لقيت 111 لقيت 111 بس عشان تعليمي تعبان هل هنخصص ميزانية مناسبة لوزارة الصحة عشان نوقف هجرة الاطباء ويلقوا بيئة عمل مناسبة ومرتبات توفر لهم حياة كريمة الاطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصة عمل في حتة تانية عشان عايز عيش مش هو عايز عيش وانا بدي له مناسب كويس هل هنصرف فلوس اكتر على تأهيل الخريجين لسوق العمل طب هل هنشجع الصناعات المحلية وندعم الفلاح المصري عشان نقل الاعتمادنا على الاستيراد من الخارج هل هنزبط الاسعار والرقب السوق هل ممكن نهتم بالمواطن المصري زي ما بنهتم بالاشغالين في الجيش والشرطة والقضاء واللي هنكمل في الاولويات اللي انت شغال عليها من 8 سنين ونصرف فلوس البلد على السجون والأسور الرئاسية والعاصمة الجديدة والطرق والكبار ويا طرق هل ممكن تسمع للناس وتاخد برأي المتخصصين واللي هنكمل في الفهلوة ونظام هي سنة واحدة كامل الحقيقة ان الثورة اللي انت بتهجمها كل يوم هي اللي نبهت الدولة للكلام اللي انت بتقوله دلوقتي عن الواقع السيء وعن العيشة اللي مش المفروض تستمر بالشكل ده وهي اللي طالبت اننا نهتم بالتعليم والصحة وفرص العمل ونستثمر فيهم لانهم طوق النجال وحيد لمصر اللي ممكن يضمن لها مستقبل افضل وعلى رأي فتح الباب دي مطالب ما اعتقدش ان المفروض حد يتعاقب عليها ومعليش هتقل عليك شوية بمناسبة كلامك عن حقوق الانسان اللي انت بتشوف ان ما ينفعش نتكلم عنها وإحنا مش لقيين ناكل برضو هقول لك كلام فتح الباب الناس مش عايزة غير انسانيتها مش عايزة تتهان ومش عايزة تبقى رخيصة ايه الصعب في كده وفي النهاية لو انت معترف بالفشل كده ومش قادر تصلحه فبدل ما تنتقد المواطنين اللي مفيش في ايدهم حاجة يعملوها يتصلح انت الوضع ده اما تتبه لغيرك يمكن يعرف يحل المشاكل دي بطريقة احسن من الاخر كده لو مش قد الشيلة ما تشيلش ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها بس كده لحد انا وحلقتنا خلصت ما تنساش انك تقدر تسمع برنامجنا بوسكاست من رعوبة اللي هتلاقيها في التعليقات وكمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناة على اليوتيوب واستنانا كل يوم جمعة ساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام